بتهلي كل جمهور الكرة في بصر مستني لقاءة تنزانيا بكرة عشان يتطمن على شكل المنتخب قبل ما يبدأ ان شاء الله أول لقاءته الرسمية في بطولة طام أفريقيا يوم الأحد القادم أو بعد القادم يعني بعد مش بكرة اللي بعده أمام موزنبيق إيه الأهداف اللي بيسعى روي فيتوريا لتحقيقها ممكن على فكرة تيكتيكيا فنيا اختيارات تكون يعني مختلفة تماما عن أهداف الجمهور لكن خلينا نتفق أنها تجربة بالتأكيد هتكون مفيدة لروي فيتوريا نسمع رأي كابتن فتح نصير ضفنا النهاردة في السادسة إيه اللي مطلوب من فيتوريا أو إيه الأهداف اللي بيسعى فيتوريا لتحقيقها في ماتش بكرة كابتن فتحي وهل تعتقد أنه هيراهن على الطريقة والأسماء اللي هيبدأ بيها مشواره في أمام أفريقيا هو عادة أي مباراة بيلعبها أفريقيا البطولة زي دي بيطمئن على سلامة لعبه الموجود لسكوارد اللي عنده والفكر اللي عنده هو طبعا في تصوره فرقة 11 هيبدأ يغير في 3 أو 4 يعملهم فحيبدأ بيه المجموعة اللي ممكن يبدأ بيها السلام عشان يبدأ أن دولة سلام وهينفزونه نقطة الثانية خططية بيشوف أنه أنا أسلوب لعب حيلعب به طريقة اللعب وخطة اللعب اللي هو حيلعبها مش إن أنا بلعب بها مع تنزانيا لا إلا أنا حلعب بها مع موزنبيق ما بيهموش بقى الفرق اللي قدامه دي إيه هو حيلعب والتاني يغير نمرة ثلاثة إنه بيهيئ اللعب بفانيلة المنتخب ويقربهم وبعض والعين تقرب لفانيلة المنتخب يعني بعد هم جايين لعبة منتخب من أندية مختلفة بألوان مختلفة وبفكر مختلف واللي جاي من أوروبا واللي جاي من أسيا واللي جاي من هنا في كل الكلام ده كله عايز يقربهم فعايز العين يربط العين بالمخ والجهاز العصبي يعني من ضمن الإعداد النفسي للفرق لأول مرة بشوف أنه يعني لما نبص للتشكيلة والأسماء اللي موجودة مع روين فيتوريا اللي رايحة على كود ديفور إن شاء الله يوم تسعة وبص لشكل المنتخب في آخر النسخة من نسخ الكرن اللي كان موجود مع كارلس كيروش ما فيش اختلاف كبير أول يعني تقريبا هي نفس التشكيلة تقريبا هي نفس الأسماء بنسبة 95% يبقى فيه إسم أو اتنين لكن التشكيلة نفسها فكرة إن المنتخب ده كان لسه في آخر نسخة وصل فاينل وكانت الروح والشخصية اللي كنت بكلم حداك عليها قبل الفصل كانت واضح قوي في النسخة الأخيرة لبطول تلكان بالضبط إزاي يبني فيتوريا على ده يعني إزاي يكمل عدد أنا بقول إنه ما حستش في ولا مرة مش أقف حك تتفي برضو معي لا في ولا مرة من بعد 2010 إن المنتخب رايح قريب من تحقيق اللقب زي النسخة اللي احنا راحناها في كود ديفور مرة لأن الفرقة دي العين استريحت لها وشافتها كتير بنفس التشكيل ده أيام كروش كان فيه حاجات فيه مفواجئات لنا وفيه تغييرات لعبة ما كانش متوقع وده لاعب ما كانش ممكن يبقى يلعب يخش في الحصانات صحيح فدلوقتي أصبح دي يعني مثلا لما بص ألاقي في خط الضار ألاقي عبد منعم وحجازي عبد منعم كان بعيد ما كانش موجود ما كانش في الصورة أصبح دلوقتي أساسي صحيح فإذن ده جزء حجازك عبد منعم شارك في بطولة أمم وأفريقيا اللي فاشحة شارك بس أيوة بس يعني ما كانش عليه وده لنا بقول عليه اللعين مش عليه يعني لكن دلوقتي الناس كلها عارفة عام منهم مين عام منهم عارفة مين حجازي عارفة مين فتوح وممكن تقول لي أما فتوح بقالي مدة وبلعبش بس فتوح من نوع اللي فوت بولر اللي هو لعيب لعيب الكورة غير اللعيب البدني ممكن بدني مش هيقدر يكمل ممكن فيقدر يستبدلوا بعد كده في نهاية مباراة أو يرايحه في مطشو أو لازم يبدأ به يعني لازم حيبدأ به أنت شاف أنه الحداشر الحداشر اللي حطيتهم فيتوريا في دماغه واضحين أو حاسمين أما هم 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 دلوقتي يعني شناوي الحمد لله سليم وكان عنده إجهاد وليس عنده إصابة فرق بالإجهاد والإصابة إجهاد يعني أنا مرهق وما نش قادر ومكسل لكن ما عنده إصابة العضرة سليمة والألياف سليمة وكل حاجة سليمة بتريح فالنغمة العضرية بترجع لوضعات طيب لرجله فتوح وحجازي وهاني وعلى كامل التأدير لحجازي طبعا نجم كبير ورمانة ميزان وققت جوه الملعب وبرا الملعب بس هو سؤال يعني كرة وبحث متقلقش شوية من حجازي السنة اللي فاتت طبعا تلت ماتشات بس بقاله سنة ملعبش لو عام الرباط صليبي بس هو لعب مع تحاد جدة دي ماتشات قوية يعني بس برضو نقدر نقول إن فعلا لسه يعني حجازي مش في الطوب فورم بتاع لكن كخبرة طبعا وكأداء وكقائد في الملعب لأ طبعا نقول عليها الطوب فالحاجات دي هتعوضوا لكن يعني هو حجازي هو موجود لكن ندعو الله إنه يبقى يظل سليم ويكمل ويقدر ومبدأين دويته حجازي ومنعم لو لتنين طوب فورم انت يعني عندك خط دفاع قلب دفاع حديدي يعني وبعدين فتوح احنا شفناها في آخر ماتش اللي هو كان جزائر فبرضو كانت لعبت في الإمارات فتوح برضو امدمج مع الفرق وعمل البطولة بتاعت السنغال هايلة بصراحة في البطولة القديمة اللي هي من نصف الأخير لا نتكلم في أكل حاجة يعني لأنه كان توقف شوية طبعا وهاني فيه طبعا إمام عشور موجود فيه منني موجود الصراع أكتر فين في خط النص يعني ملامح خط النص هي ممكن يبقى فيها شوية حيبقى عنده الفرق اللي قدامي عايزة إيه أنا هلزله على حسب ما هو بقى يعني هي هنا هتجيله حتة الاختيارات مش حاجات مفروضة عليه يعني موزنبيق غير غانة غير راسل أغدر يعني الفرق اللي قدامي أنا هلعبها إزاي فإذا كان إمام وعنده مروان وعنده مهند لاشين دي أحمد سنزيزو يعني ونني يعني وبعدين قدام برضو صورة واضحة سواء صلاح أو مصطفى أو تريزيجيل يعني الحتة اللي قدام دي عنده لعبة كتير يلعب فيه عنده عمر بربوش يعني كذا واحد في الحتة دي اللي ورا مش حيبقى فيها هزار كتير